السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كبسة بالدجاج على الطريقة الهندية تجيب مضاق روعة وذا بنمشي المقادير والطريقة للتحضير ديالها بسم الله سنحتاج الدجاج اللي مقطعين وطروفة كيبقى على حساب العدد ديال الافراد العائلة درت فيه جوج معالق ديال البزار صغار وغاد نزيد عليهم جوج معالق ديال سكين جبير وغاد نزيد جوج معالق ديال خلقه معرك وغاد نضيف عليهم قع قلة وبسيبيسة اللي غاد ندير لسات المعالق حيث هم اللي كيبنوا كيبنوا لنجاج والكبسة ديالنا نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نبدأ نقليه في البصلة بشوية بشوية حتى نكملوا الكمية كاملة كيف ما قلت لكم كابلينا نقليه في البصلة نجدها حتى تحمر مزيان نصفيها مزيان من الزيت نبدأ تكلمة بشوية حتى تصف بالوز نقوم بسارة الراوز نقوم بقرب الكمية نحن نقض بضوء الماء تركيبيننا 40 دقائق من بعد ما رقدنا الروز كيف ما قلت لكم نجيبوا صفايا نصفوه من الماء ونأخذ الكاسرونة نضيفها الماء اللي كي يغلى مزيان حتى كي يغلى نضيف الروز بس ماتي لنا نصفوه مزيان نضيف الملح نضيف الملح ونضيف الملح نضيف الملح في مباشرة بسي بيسا ونضيف الملح لنضيف الملح كما تشاهدون بعد مغلل الماء سوف نقوم بإضافة الروز سوف نقوم بإضافة طيب كامل ومن الماء سوف نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة كمية الزبيب سوف نقوم بإضافة كمية الزبيب سوف نقوم بإضافة الجدد سوف نقوم بإضافة طيب الفاخر سوف نقوم بإضافة ثم نقوم بتحضير مرحلة نقوم بتحضير الكوكوت نقوم بتحضير الكوكوت نقوم بتحضير كمية الروز نقوم بتحضير نصف سلقة نقوم بتحضير نصف سلقة نقوم بتلصف السلقة نقوم بتحضير الكوكوت زيادر كمية الإسجاب سرناس ترك الأوضاء هاتف نضيف الفاخر نضيف زيت نضيف الكوكو 5 دقائق على نار مهيلة نضيف الكوكو 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 من الفوق. هدا هو شكل ديال الكبسة ملي طابت. كتجيب مضاق رائع وزوين. كنتمنى تجربوه. واي سؤال حول الوصفة خليوه لي في التعاليق. وانا قد نجوبكم عليه. ويلى اعجبكم فيديو ديال اليوم. ديروا لايك. وبارتاجيوه مع العائلة والاصدقاء. ويلى كنتوا اول مرة تزوروا القناة. تنتمنى الضغط على زر الشراك. باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.